نحن في البحرين ولله الحمد عندما نقول نتمتع بثقة متبادلة بين الشعب والقيادة خلال هذا الظرف الاستذنائي تجسدت هذه الثقة صاحب السمو والي العهد استبق هذا الظرف بإجراءات قبل اكتشاف أول حالة في البحرين فلله الحمد من خلال التعاون مع الفريق الوطني لمكافحة هذا الفيروس مع الإعلام انعكس بشكل جداً إيجابي كانت المعلومة متواجدة الشفافية هي من رفعت حجم هذه الثقة كان المواطن والمقيم في البحرين على الطلاع تام وبشكل دام عبر تصريحات مستمرة على مدار الساعة إذا تلاحظون احنا عندنا بعض التصريحات التي تخرج من الطريق الوطني حتى في أوغات متأخرة من الليل هذه الهدف منها كان تعزيز ثقة المواطن والمقيم في الحصول على معلومة تطمعاً حتى لو كانت هذه المعلومة سلبية الشفافية رفعت من حجم هذه الثقة كانت الصحف المحلية أو التلفزيون أو الإذاعة أو وكالات الأنباء تتعامل مع هذا الحدث بشفافية جداً عالية تشكل الفريق هذا بدون توجيه بدون تنسيق كان هناك حرص كبير من جميع التطاعات على أن قيمة المعلومة سيكون لها مردود إيجابي فأحنا في الإعلام كنا نقول بأن هذا الظرف خير بإذن الله فهو أنموذج للتعامل مع الإعلام كان هناك تعامل كبير الفريق الوطني كان يتحدث للإعلام بشكل دائم من خلال مؤتمرات صحبية ومن خلال تصريحات دائمة ومن خلال صور كلها تجسدت بشكل حقيقة مشرف وهذا النموذج جذب أن نحتذابه سواء كنا في ظرف أو استثنائي أو في أي إشكالية أو حتى قضايا الرأي العام التعاون مع الإعلام يمتصب كثير من الردود الفعل التي قد تكون غير صحيحة لا يعطي مجال للإشاعة أو التأويل أو التبسيل بل بالعكس على الجميع حتى وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حسابات الموجودة تفاعلت عبر نقل هذه التصريحات وعبر ما تنقلون أنتم من خلال الصحافة وحتى المقالات التي كانت تكتب والأعمدة التي كانت تكتب كلها خدمت هذا الظرف الاستثنائي فالإعلام كان لها دور كبير أنتم كان لكم دور كبير وهذا الدور ما راح يكون لولا تعاون الجهات المختصة مع الإعلام وثقت هذا الإعلام عبر إخراج هذه المعلومات